موسيقى الواحدة زوالا بالتوقيت المغربي موعد النشرة الإخبارية المفصلة من تلمعوك البداية بأبرز العناوين تسجيل ألف وخمس إصابات وثلاث وثلاثين وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بالمغرب جلسة عامة بمجلس المستشارين لمساءلة رئيس الحكومة حول لقاح كورونا ونقابي والتعليم يعلنون سلسلة احتجاجات ويطالبون الوزارة بفتح بابي الحوار أهلا بكم إلى التفاصيل يقوم كاتب الدولة الأمريكية المساعدة المكلف بشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر من الثالث إلى الثاني عشر من يناير الجاري بجولة في المنطقة ستقوده على الخصوص إلى الأردن والمغرب وأوضحت وزارة شؤون الخارجية الأمريكية في بلاغ لها أمس الأحد أن هذه الجولة تروم بحث التعاون الاقتصادي والأمني مع المسؤولين الحكوميين كما سيؤكد شينكر خلال هذه الجولة الانخراطة العميقة للولايات المتحدة من أجل النهوض بالازدهار والاقتصادي والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب الخارجية الأمريكية نفتح الملف الصحي وفي جديد الحالة الوبائية ببلادنا أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف وخمس إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعات كما تم تسجيل ثلاث وثلاثين وفاة جديدة ليصل عدد الوفايات إلى سبعة آلاف واربعمائة وخمس وثمانين حالة بينما تم تأكد من شفاء ألف ومائتين وخمسة وعشرين مصابا واجهة الدار البيضاء سطات وطنجة طوان الحسيمة تتصدران حالات الإصابة الجديدة في وقت أصبح فيه المعدل التراكمي بالمغرب يناهز ألف ومائتين وعشرين فاصل ثلاثة لكل مائة ألف نسمة التفاصيل في تقرير أسماء سلوان في معرض تقديم الحصيلة اليومية لنتائج الرصد الوبائية كوفيد تسعة عشر سجلت وزارة الصحة ثلاثمائة وإدنى عشر حالة بين كل من جهات الدار البيضاء سطات ومائة واثنين وخمسين حالة بكل من طنجة طوان الحسيمة ومائة وتسعة وعشرين في سوسي ماسة وفي الرباط سالة القنيطرة مائة وعشر وثمانية وتسعين في جهتي مراكش آسفي كما تم تسجيل اثنين وستين إصابة جديدة بجهة فاسم كناس واثنين واربعين بجهة الداخل وادي الدهب وستة عشر بجهة الشرق وثمانية وعشرين بجهة بن ملا الخنفرة وخمسة وعشرين بجهة العيون السقي الحمراء وتسعة عشر بجهة درعة تفليات واثنى عشر بجهة قلميم ودنون وخلال الاربع وعشرين ساعة الماضية أصبح معدل الإصابة التركمية بمملكة المغربية يناهز ألف ومائتين وعشرين فاصل ثلاثة إصابة لكل مائة ألف نسمة في حين بلغ هذا المؤشر اثنين فاصل ثمانية لكل مائة ألف نسمة وحسب حصيل اليومية تم تسجيل إحدى عشر حالة وفاة بجهة الدار البيضاء استات وخمسة بجهتي فاسم كناس والرباط سالة والقنيترا وأربعة بجهة مراكش آسفي وثلاثة بجهة طنجة طوان الحسيمة وحالتان بجهتي بن ملال خنفرة ودرعة فلالت وحالة واحدة بجهة سوس ماس ووصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحارجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة إلى ألف ومائة وإثنين حالة في حين بلغ عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعية لاختراقي تسعة وثمانين حالة والحالات تحت التنفس غير الاختراقي سبعمائة وحالة واحدة وخمسة وثلاثين فاصل خمسة في المئة نسبة ملأ سرة الإنعاش المخصصة لكوفيد تسعة عشر نبقى مع أخبار الصحة إذ يسائل مجلس المستشارين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في التاسع عشر من الشهر الجاري بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا في وقت لم تكشف فيه الحكومة بعد موعد إطلاق هذه الحملة رغم أن المغرب كان من أوائل الدول التي أعلنت انخراطها في إعداد استراتيجية تطعيم لمواطنها هند الصدق في ظل انطلاق عملية التلقيح بدول عربية وأعلن دول أفريقية وعربية أخرى المضية في تلقيح المواطنين ضد الوباء خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير الجاري لم تكشف الحكومة المغربية لحد الساعة عن موعد رسمي لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد رغم أن المغرب كان من ضمن أوائل الدول التي أعلنت انخراطها في إعداد استراتيجية تلقيح لمواطنها ليظل موعد إطلاق العملية محط تساؤل وفي هذا الإطار قرر مجلس المستشارين مساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في التسع عشر من الشهر الجاري بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا يأتي هذا عقب تصريحات لأطورة طبية من وزارة الصحة أكدت فيها عدم معرفة الأطقم الطبية موعد إطلاق حملة التلقيح بالمغرب فيما سبق لوزير الصحة خالد أيت الطالب أن أوضح بهذا الخصوص بوجود إكراه تقني لدى المصنعين مع ضرورة توفر كل الشروط اللازمة للتسويق والاستعمال كما كشف الوزير نفسه أنه يرتقب أن تشمل عملية التلقيح 25 مليون مغربي مؤكدا أن الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بلغت مراحل متقدمة كما تم إجراء تداريب ميدانية بكل المحطات المعدة لاحتضان عملية التلقيح من أجل تدريب الأطور المعبأة في هذه العملية تفاديا لأي عوائق خلال التنزل الفعلي للبرنامج الوطني للحملة إلى الملف التعليمي إذ يستعد موظفه قطاع التعليم لافتتاح سنة الجديدة بموجة من الاحتجاجات لمطالبة الوزارة الوصية بفتح باب الحوار الاجتماعي والاستجابة للمطالب المرفوعة قال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري إن شهر يناير سيشهد اعتصام مسئولي الجامعة أمام الوزارة في الرباط مع مسيرتين في الدار البيضاء وإنسغان لتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين التفاصيل في تقرير حمزة سعود تعتزم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إن جاح مسيرة ووقفة احتجاجية ابتداء من الشهر الجارية تشمل اعتصاما لمسئولي الجامعة أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط ابتداء من منتصف يناير الجارية بالإضافة إلى مسيرتين بكل من الدار البيضاء وإنسغان تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه متعاقد وجدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي المطالبة بالحوار الاجتماعي الجاد الحكومي والقطعي والإسراع بتفعيل التزامات الوزارة وإدماج المفروض عليه متعاقد وتلبية مطالب المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي والذين وصل بهم الاحتجاج إلى مقاطعة الامتحان المهني لدورة دجنبر 2020 أمام لا مبالاة الوزارة حسب البلاغ وندد بلاغ المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالمنع والقمع وتدخلات تعصفية التي واجهت عددا من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بحر الأسبوع الجارية وأفاد البلاغ عزم الأطر التربوية المشاركة في مسيرتي الثلاثاء المتزامن مع الأسبوع الأخير من الشهر الجارية بكل من الضار بيضاء وإنزجان والتي دعت لهم التنصيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه متعاقد وجدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم دعمه لكافة المكاتب الإقليمية التابعة له بسبب عدم التزام بعض المديريات بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع المكتب الإقليمي للجامعة وحل المشاكل والملفات المتراكمة حسب البلاغ الفردية والجماعية للشغيلة التعليمية أمام سياسة تماطل في أخبار الاقتصاد كشف بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت أزياد من 316 مليار درهم في الخامس والعشرين من دجمبر الماضي بزيادة قدرها 0.8% من أسبوع إلى أخر و25.9% على أساس سنوي وحسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب فإن هذه الأصول ارتفعت بحسب شهور واردات السلاء والخدمات إلى 7 أشهر وأربعة أيام عندما تم الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة الماضية أعلنت إدارة السجن المحلي بالداخل عن وفاة أحد السجناء قيد حياته بهذه المؤسسة السجنية بتهمة حيازة المخدرات بصفة غير مشروعة وذلك في طريقه إلى المستشفى بعد إخراجه إليه بصفة مستعجلة إثرى قيامه بمحاولة انتحار داخل الغرفة التي كان يقيم بها وأوضحت المؤسسة السجنية في بلاغ لها أن المعنية بالأمر استخدم حبلا استخلصه من ملابسه وغطاء النوم الخاص به ورغم تدخل موظفي المؤسسة لمحاولة إنقاذه إلا أن المنية وافته في طريقه إلى المستشفى إلى خارج الحدود إذ تبدأ السلطة الصحية في بريطانيا اليوم استخدام لقاح المختبر البريطاني أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقدم على ذلك مع احتمال أن تشدد مجدداً التدابير للحد من انتشار الوباء ويعد هذا اللقاح أقل كلفة وتخزينه أسهل ليكون بذلك أكثر تكيفاً مع حملات التلقيح على نطاق واسع مقارنة بلقاحي موديرنا وفايزر بيونتيك الذين رخص لهما ووزع في دول عديدة وتلقى أكثر من مليون شخص في بريطانيا حتى الآن لقاح فايزر بيونتيك منذ بدء حملة التلقيح مطلع شهر دجمبر الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأمام تعنت الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وإصراره على أنه هو الفائز في الانتخابات الرئاسية أعلن آخر عشرة وزراء دفاع أمريكيين ما زالوا على قيد الحياة معارضتهم أي انخراط للقوات المسلحة في عملية الانتقال السياسي الجارية في الولايات المتحدة حالياً وذلك في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست ويأتي النداء الذي وجهه وزراء الدفاع السابقون في وقت يستعد فيه الكونغريس للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأربعاء المقبل نختم نشرتنا من النيجر حيث قتل مئة شخص أول أمس السبت في هجمات على قريتين غربي البلاد وفق ما أفاد به مسؤول محلي فيما قد يكون أسوأ مجزرة بحق المدنيين في البلد الذي تستهدفه مجموعات مسلحة وتقع القريتان على بعد حوالي مئة وعشرين كيلومتراً شمال العاصمة نيامي على الحدود مع مالي وبورك نفاسو وتم تنفيذ هذا الهجوم المزدوج الذي أعلنه مسؤول محليون في اليوم نفسه لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بفارق كبير مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم وزير الداخل السابق الذي وعد بتعزيز محاربة الجماعات المسلحة نهاية النشرة تذكير بالعنوين الرئيسية تسجيل ألف وخمس إصابات وثلاث وثلاثين وفاة جديدة بكورونا خلال أربعين وعشرين ساعة بالمغرب جلسة عامة بمجلس المستشارين لمساءلة رئيس الحكومة حول لقاح كورونا ونقابي والتعليم يعلنون سلسلة احتجاجات ويطالبون الوزارة الوصية بفتح باب الحوار تتابعون بعد قليل قراءة في أبرز الصحف الوطنية والدولية رفقة الزاملة فاطمة ظهراء دورات إلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة